مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل والفاكرة المحببة لقلبي دايما هي فاكرة الأكل يمكن أنا نفسي تكونوا موجودين معنا بصراحة وتشوفوا الترابيزة أشحى أنواع المشويات، السمك، السلطات بأنواعها كل ده هتلاقوه في مطعم واحد بس اسمه الحوت الأزرع خلونا الأول بنرحب بالشيف أحمد بدر الدين أهلا بيك يا شيف أهلا بحضرت وأستاذ محمود علاقات عامة في مطعم الحوت الأزرع أهلا بيك أهلا بحضرت شيف عايزين نعرف بقى المشاوي احنا قلنا أنه موجود عند حضراتكم في المطعم جزء خاص بالأسماك ده هنتكلم عنه والجزء الخاص بقى بالمشويات وعايزين نبدأ إيه الطبق ده؟ دي حضرتك تشيكن توبكابي تمام دي بتبقى فراخ نصف فرخة مخلية ومحشية رز خلطة أهو تمام بتبقى على الطريقة التركية دي على الطريقة التركية دي فراخ مشوية أهو نصف فرخة مخلية ومحشية محشية محشية بقيه؟ محشية رز خلطة رز خلطة رز خلطة رز خلطة والفراخ بجد حلوة جدا 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 يعني إيه اللي انت حطوا مخلي الطعم بتاعها هياخد النكهة التركية دي هو احنا بنتبل الفراخ الأول ما بنعملاش زي ما هي كده بنتبلها الأول عشان يبقى لها تست وبعد كده بنعمل رز خلطة وبعد كده بنحشيها وبتستوها في الفرق تمام وبنحط بقى الخلطة بتاعتها وبنقدمها تمام يعني الزبون لما يجي يدخل المطعم عنده حضرتك يقولك عايز طبق الشيكن توب كابي الشيكن توب كابي تمام طيب فيه برضو الطبق الثاني معانم احنا معانم مشوهات مشكلة تمام هو في الأغلب احنا معانم شيش طوق عندنا كباب بتلو وضاني تمام 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 عندنا كفتة عندنا طاربة عندنا رايريش سويني ده الشيش طوق صحي كده؟ اه وهنا كباب ضاني وبتلو كباب ضاني خلونا دوقه ازاي طعم وحلو كده؟ بجد يعني طعم الحاجة عايز اقوله انا كمان من لاحظة الحاجة باكلها طرية واخد حقها في السوا وفيها توابل كده حلوة قوي بجد ده اللي بيميزنا والله احنا عندنا الحمد لله لحمنا كلها بلدية 100% احنا عاملين خاص ماربعين في المية من اول افتتاح كدام يعني انا بتمنى الناس كلها تيجي تجرب بس يعني هما لو ما كاني هيجوا بجد ده ايه شيف ده كباب بتلو كباب بتلو طعمه حكاية بجد ايه تاني في المشويات فاتنة؟ الطبق الجميل ده ده ريش بتلو وطرب وكفتة الكفتة؟ او كفتة وطرب وريش بتلو ومعنا روز بسمعتي عليها بالخلطة تمام الطبق ده مثلا مشكل او حية يعني انا بجد ولاي اما تروحوا تطلبوا يعني اسأل عن الطبق لانه الدنيا اختلفت يعني احنا كنا الاول ندكل عايزين طبق مشكل فنلاقي حاجات ناكله خلاص هو عمتا عندنا الجست بيطلب له عايزه موجود اي حاجة هو عايزها تخالها بس انتم قسمينها تقسيمة يعني طبق الفريل ده انا اول مرة ده قوم بصراحة المشويات هنا الشيش طحفة وهنا دي اللي هي الكفتة كفتة وفي طرب صح كده والطرب ممكن اه تمام يعني قسم المشويات عندكم حلو جدا وفي الحمام المشوي ده معمول بقى نهي طريقة بقى كده الحمام والمكسرات المصري اهنا ده اوريانتل المطبخ بتاعنا مطبخ اوريانتل اللي هو الاكل المصري بتاعنا اللي هو ناكله في البيت تمام معنا طاجن عكاوي طاجن باميا باللحمة الدني طاجن ورق عينب بالكوارع واحدة واحدة بقى عليها الباميا باللحمة الدني صح كده اه تمام والطبق التاني عكاوي بالبصل حلوة قوي 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 والطبق التالت ورق عينب بالكوارع تمام ده طبعا اللي هو اللي معظمنا واللي احنا بنحب نروح اللي احنا بنطلو في البيت عادي تمام طيب ايه تاني فاتنا في المشويات قبل ما نشوف بقى الصلاطات اللي بنطلبها جنبه لا هو كده المشوي كده هي بس عندنا طبعا حاجات تانية يعني مش هيا دي بس اللي موجود زي ايه بقى اللي موجود تاني في المطعم في كل حاجة حضرتك تتخاليها موجودة ان شاء الله في موجودة عندنا ايه تمام طيب انا لو انا مثلا جيت زوجي والعيلة والأسرة وجينا وقلنا لكم احنا دايما مشكلتنا بنروح المطعم بنطلب الحاجة اللي احنا حفظينا اه ايه اللي عند الحوت الازرق اه عايز اقول له انا عايز اكل النهار دا اكل حلوة ومش هقول له انا هااكل ايه كل حاجة هتجهز لي يا تحطي لي ايه ايه عنا حشان احنا انا عارف ان كل حاجة عندكم حلوة عن تجربة والله يا جماعة مش يعني مش مجاملة بس الميزة عندنا اللي احنا بنهتم جدا بالهيجيم بس سيفتي دي اهم حاجة دي رقم واحد ده يعني عمنا قبل كورونا كنا بنهتم دلوقتي بنهتم اكتر واكتر ده حقيقي ده حقيقي دي رقم واحد. عندنا رقم اتنين التست. تمام. ممكن ناكل ما شاوه في اي حتة هي ريش هي في كل حتة ريش. بس عندنا احنا مختلفة. اللحمة بلدي. بأكد على بلدي مية في المية دي يعني عشان. احنا برضو اكيلة في اللحمة والموضوع طه يعني زي ما كانتش بلدي بنحسها. لكن الطعم بجد اتمنى ان انتو كنتو تقوم معنا. اي حد هيكل يعرف اللحمة دي بلدي او مش بلدي. كمان. كمان هو الميزة المهمة او في المول فكرته ان هو اه فيه طبعا اسماك. كل الناس فهم ان هو مول سمك لكن هو مول سمك ومشاوي. والميزة اه والانت بناشر والميزة كمان ان هم متخصصين. يعني كل مطبخ منفصل. اه ليه الشفات بتاعته. ليه الاستاف بتاعه المميز. يعني الشيف اللي هيعمل لأكل السيفود. مختلف تماما. مش نفس الشيف اللي بيعمل زي اي مطعم. انا اركزوا. يعني الحد الازرق يعني المشويات لوحده وبين فلتست يعني بجد. لان ايه اما حاجة التخصص يعني احنا. اه تمام. هو عبارة عن مجموعة ادوار. وكل ادوار فيه التخصص بتاعه بقى مش هاوي. غير النتاحت فيه عندنا كمان كافي اللي هو الكافي ميرمنت. اه يعني اكل وانزل اشرب بقى شوية الشاي وشو كده الله الله الله. كل حاجة موجود يعني. والكافي ده فيه برضو هو انترناشنال عندنا اغلب الاطباق الايطالية. ما عند التركي. كل ده موجود عندنا بيت ذات عندنا فطير شارعي. تمام تمام يعني اقدر حالي كمان واشرب. يعني هو اللي هيجلنا اي حاجة يعني هيفكر فعل ايها ان شاء الله. طيب ندخل بقى الحاجة اللي انا بحبها جدا. السيفوت ده شيفنا. وكل اه وفي الويك اند. اه ايه ده الجمال ده كل اه. اه انا ما بكلش من ايده والله. اه تمام طيب ده معمول انت عارف برضو الجمباري يعني يمكن الناس احنا بنرايب برسو. بنسفر محافظات عشان نشوف مطعم حلو. فتعالوا الحوت اللي ازرع يعني اه. احنا بنجيب بقى الجمباري من السويس وبنعملوها. الله 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 الله. تمام ده هو البلدي مشوي بالخلة. بياخد طوم وبقدونس وطوء ولمون وخلو. اللحم بتاعه حلو اصلا. احنا كمان المشاوي اللي يعني مثلا عندنا السيفوت بنشوي على الفحم. ده بيتشوي على الفحم الجمباري. الجمباري بتشوي على الفحم. الدينيس زيت ولمون ما شوي على الفحم. الله الله. جميل جدا طبعا. احنا في ناس كتيرة بتشتغل على الجريل. اه اه. التست بتاع الفحم طبعا هو اللي بيختلف. هو ده اللي بيميزنا. باين باين كمان في الميكس بتاع الجمباري. يعني الناس بعشاء جدا جدا الجمباري. التست بتاعه حلو. يعني الطعم بتاع السمك. فعلا شيف سمك متخصص هو اللي عامله يعني. وما بنتمش كمان بالتست والله التسوية. لان حضرتك عارفة اللي الجمباري ما ينفعش. ما انا قلت انا حاسة ان الحاجة كلها طرية. يعني انا هروح اطلوب ده وده يعني. التسوية والله التست دول اهم حاجة عندنا. تمام يعني. الجمباري عايز اقول برضو انه ببعض المطاعم. يعني بس بنروح بندخل بنلاقي ان الجمبارية نشفة. انا مش مستمتعة بيها يعني. حاجة نشفة لكن بصوا اللحمة بتاعيتها بيضة. والتويب البتاقي انت حط تقيم خليه علشان الستات اللي بتشوفنا. حلو قوي يعني. والله الخلطة العادية على فكرة. يعني هو بتفرق بقى في النفس والتسوية. تمام. مع الجمبارية شيفة اللي بيشتغل في حاجة هو راضي عنها. اه. دي رقم واحد يعني. تمام. طيب اه ده ايه بقى? ده سمك سنجاري. الله. الله. اتقشره مفتوح واخد الخلطة بتاعته. بصوا الحاجة انا انا في حاجة ملاحظة. الحاجة مستوية والده اقاوي. يعني بجد بص السمكة بص طلعت ازاي. يعني اللحمة ابيض جميل وهدوق بقى. ده عبارة بقى عن ايه? الخلطة ولا السمك؟ السمك بوري. طيب سمك بوري معمول سنجاري. بيتفتح بيتأشر ويتفتح. وياخد الخلطة بتاعته التوابل بتاعته. بعد كده بيستوى في الجلال. تمام. يعني انا ميجي عنده حضراك في المطعم. اللي هو انا عايزة طبق البوري سنجاري. سنجاري. بس برضه طعمه مختلف. انا بروح لمطاعم تانية. بلاقي انه تماطم وصلطة فين السمك مش لايه. لا احنا عم بنا حلقة السمك كمان. احنا عمنا حلقة سمك كوية جدا في دخلة المون. احنا بنختار اه. جربتها. يعني انت بتدخل بتختار السمك. تختار اللي انت عايزة كله فريش. وبعدين بيتجهز بقى ليك في خلال الوقت. تختار السمك ودختار طريقة التسوية كمان. اه. بس جميل قوي الطبق ده. الدنيس ده بقى معمول ازدليل. ده زيت ولمون. بس كده. اه. حلو. ده كفيف كمان يعني. بتدبلت زيته واللمون بيبقى زيته ولمون ومسترده. وبتدربه في خلاطه. وبتمرين بها السمكة. وبتفتح عشان السمكة تشاب المارينية. تمام. وبعد كده بنشوها على الفحر. تمام. عايزة اقول كمان ان هو هم مظلومين في السمك. لانه انا جربت الكابوريا. اه. انتو عاملينها بطريقة بالبشاميل. اه. انه انا يعني انا اكلته مستمتع. يعني. هيا كابوريا بالبشاميل. الطبقة الاول اسمه ايه؟ كابوريا بالبشاميل. كابوريا بالبشاميل. اه. بتتقطع الكابوريا وبنعمل لها خلطة كده بالبشاميل. وبعد كده بتنزل فيها وبتاخد وش الجريتان على السلاماندر او في الفرن. تمام. وتطلع بتبقى لذيزة جدا ايه. طبعا الا الاستكوزة بقى. والاستكوزة. معانا كمان شربة سيفود. اه لسه هندخل بقى للشربة الكتير. دي شربة سيفود بالبطارف. دي سيفود بالبطارف. تمام. اه اللي بيميزها برضو خلوا بالكوا لانه بجد مش. اه 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 اه. على فكرة دي يعني دي باسم المكان. اه. هي الشربة دي باسم المكان. تمام. دي حلوة جدا والسلطات بقى لانه لازم لما تدخل. يعني ادخل خلي الشيف قوله انا عايز اكل بس. وخليه هو يزبط لك التراويزة. اه الصلطة دي انا اكلتها بجلد كافيار. اه طعمها حلوة جدا 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 جدا. تمام. العروض بقى اللي بيقدمها مطعم الحوت الازرق لكل الناس اللي بتشوفنا. عاملين خاصمة عاملين تخفيض لكل الناس اللي هتتابعوا على الحلقة. في خاصمة عشرين في المية. اوكي. ده اللي موجود لحد نهاية الشهر ده. تمام. في خاصمة عشرين في المية. تمام. وفيه اربعين في المية على المشاوي بقى السنوسي. كلها دي موجودة ان شاء الله. يعني اللي هدخل واجيب العيلة هتاخد خاصمة اربعين في المية على المشاوي. بجد تعمها حلوة جدا مش عايزة الحلقة تخلص. وخاصمة عشرين في المية على اي حاجة بالسمك. او السيفو ده عمتا. صح جدا. طيب. برضو حاجة ممارزين بيها والله التواجن. التواجن. طب قولينا كده حاجة سريعة. او اي حاجة عمتا ان احنا بتقامل في برام بتبقى كمان تستهى جميل جدا. اهنا عندنا الخضار كله بتقامل تواجن. عندنا لحمة بالبصل. عندنا عكاوي. كل حاجات دي بنعملها تواجن. ما كرونا باش اعمل ورقنا بالكوارع. كل حاجات دي احنا بنعملها تواجن جميلة جدا. في توصيل بقى بالنسبة للبيت وكده نتعرف برضو ان احنا بنبقى عادين. موجود وكمان هو لتوصيل جاهزين اي مكان بنوصل فيه ان شاء الله مش التجمع بس. بإذن الله. اه لان عندنا ناس متخصصين في الديفري. تمام تمام. اه والتكاوي برضو كل حاجة جاهزة ان شاء الله. يعني تقدر تتصل بالتليفون وتطلب الحوت الازرة. اه اللي كان منوارنا النهاردة بجد مش عارفة اشكركم ازاي. وده جزء من الاكلات الكتير قوي. اه اللي عندهم. تمام تمام. لينا حلقات تانية بإذن الله. لينا سلسلة حلقات تانية مع الحوت الازرة. اه احب اتوجه بالشكر لحضرتك يا فندم. اه بشكرك يا شيف على التيست الحلو ده. بشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم ايمان اللبان. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا في القناة.